بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله موضوع ان احنا نفعل حساسية الاحرف في البحث سهل جدا 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 لان انا لما اعلم على كيه يبحث مع اعتبار الكابتل واللي سمول يعني انا دهات لو جيت هنا وكتبت كافي كده كافي وخليت مسلا اولاق على حاجة كافي عادية اهي كلها سمول بس خليت حرف الاي الاخير اي كابتل هل في عندي كافي بالطريقة دي لأ مفيش طب لو انا دست سيرش فرول جابهم لكلهم كل اللي فيهم كافية ليه هو مش معتبر حساسية الاحرف ليه هتفهم بقى دلوقتي وانشان انا بقول لك بفضل لك كل اما بتمشي في الشرح شوية كل اما حاجة بتفهم حاجة حاجة بتفهم حاجة هتفهم انت بقى دلوقتي ايه موضوع الاي ليه انا مكتبش ايه هتفهمها دلوقتي بقى خلاص فانا عشان ازبط موضوع حساسية الاحرف طبعا هاجي هنا وعمل لقى متغير كيس بتساوي ماشي طيب هنعمل ايه بقى بص يعني احنا اقول لك على حاجة خلينا هنا اهو هنا كده هقول له ايه هقول له اف بص انا كده كده عايز الكيس لو موجودة تخش المتغير وخلاص على كده لو موجودة تخش المتغير وخلاص على كده تمام طيب موجودة خلاص موجودة ادي ايه اف اعرف منين الله يبرك لك لو السي اس دي عندك اهي اين ريكوست دوت جيت الله يكلمك لو عندك ادي كل لو عندك ماشي خلي السي اس ماشي يبقى بيساوي الايه ريكوست دوت جيت ياخد من السي اس يبقى انا كده اخطاها في الايه في المتغير خلاص طب لو فاضية ها كده لو مليانة لا لو فاضية بقى ها لو فاضية لا بص لو فاضية تمام خليها ايه خليها بتساوي ايه اوف كده يعني ما تلزمنيش ده لو فاضية خد بالك مش هيزبطها على اوف غير لو فاضية لو نوت خلاص طيب تمام لغاية كده بفضل الله تمام اول تمام نعمل ايه بقى اصلا خد بالك انت مش هتعمل لها قطعة بحسية او فلتر مخصوص لا انت كده كده اصلا حساسية الاحرف للكلام وانت عندك هنا الحاجات الكلامية في البحث فقط هما ايه ايه دي السيرش عشان تفتكر ايه دي السيرش هما النيم والديسكريبشن بس بس هما دول طيب فاحنا هنغزي بقى الكلام ده هنغزي ايه الكلام ده طيب انا هاجي هنا هقول له بص هاجي هنا هقول له اف هقول له ايه اف لو لقيت لو لقيت متغير سي اس ده بيساوي كلمة ان كده ان يعني هو علم عليها زي ما انا ما وردتها قبل كده ان بتتبعد بان لما يعلم عليها ساعدها خد دي كده كبير اعمل من غير اي ليه بقى لان الاي دي معناها ايه انسينسيتف يعني ايه يعني ايه يعني اي كونتينز لا يعتبر حساسية الاحرف لما شيلها كده الاي دي كده خلاص هو كده يعتبر حساسية الاحرف يبقى جي هنا بقى اكمل اقول له اه ده مش معلم عليها بقى ايه يعني مش معلم عليها لا ساعتها بقى ايه خليها بقى اي ايه كونتينز بس انتو اخبرك من القصة ونفس الكلام هعمله للدسكريبشن بالزبط هاجي هنا في الدسكريبشن هقول له ايه هقول له ايه هقول له ايه لو لقيت السي اس بتساوي ان خلاص ادي كولون اهون شلي ايه حرف الاي من دي وازا كان مش معلم عليها خليها بحرف الاي بس شفت السهولة انت كده فهمت اكتر انت كده فهمت بفضل الله ان بتبحس بتبحس مع اعتبار كابتر 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 والسمول والآي كونتينز او انسنستف تمام بتبحس على اي حروف بدون الاعتماد على حساسية الاحرف بس هو بقى وراحته عايز يعلم او مش عايز يعلم بس كده احنا عملنا سيب لو جينا بقى نجرب الكلام ده كده تعال ايه نجرب اول حاجة هابحس بشكل طبيعي هكتب كافين وادوسي سيرش فور اول ماشي جاب لي نتائج صح طيب خلينا نرجع للسيرش خلينا ندخل الكلمة الغريبة اللي هي كافية بس حرف في الاخر دوس مش معلم على كيس سنست في خد بالك دوس على سيرش شوفوا بص جابهم لي مع ان ولا واحدة فيهم فيها حرف ال ايه الاخير طيب تعال بقى نجيب حرف ال ايه الاخير ونعلم على كيس سنست دوس بقى ولا برودتك ولا منتج فاضية بص نتائج البحث مفيش اكتبه لك من القصة زي ما احنا ما شايفين اهو قدام تمام يبقى انا دلوقتي ابحث بالاسم ابحث بالوصف كيس سنست سيرش يجيب لي النتائج لو موجودة لو ايه لو موجودة زي ما احنا ما شايفين ايه مع بعض كده اهو خلاص اه زي ما احنا ما شايفين كده طبعا لو انا مثلا كتبت ايه كافي كده اهي كافي وكتبت ارابيكا كده وعملت كيس سنست والسعر موجود هيجيب لي اهو يعني انا كده بحث لك بكله وجاب لك منتجات لو انت بقى جيت هنا وروح تشايل دي مثلا كده وروح داس انتر ما حصلش حاجة عشان كده بقى الحاجات اللي كنا بنعملها جوا دي افضل لو انا جيت هنا على المائة وثلاثين دي وكتبت ايه 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 اي بقى واحد بيلعب ما فيش ارور ليه لان انت مغزي خلاص لو مش ديجيت متبصر خلاص فاهم الفكرة بس فانت كده بفضل الله يعني عملت السرش بتاعك بطريقة جميلة جدا 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 بفضل الله الاشتراك واللايك والشير والمشاهدة اكبر دعم لينا بفضل الله عشان نستمر ونقدم لكم كل جديد وتأكد تماما انك اي حاجة بتتعلمها وبتنشرها وبتشارك ربنا سبحانه وتعالى هيفيدك ويعلمك اكثر وهتاخد ثواب على كل حاجة بتنشرها لليس شكرا